اشتركوا في القناة وأول ما فئتي من النوم اتطلعت بالساعة وتعطرت وتغندرت وانتظرت حضور الجماعة وكان المتصرف أول الواصلين حسب الموعد والاتفاق ونحن قاعدين دق جنابه وباب لزاق افتحي الباب يا مرجاني وعملي حالك قدامه فرحاني قرصي خدودك حتى تباني موردة ليش؟ لأنه من الجوع وشك أصفر مثل المشردة حاضر عليك السلام والتحية يا فرخ الحية وين أم علمتيك؟ تفضل أنا طرتك بأرض الديار أنا اجيت على الموعد لأني بكره الانتظار تفضل افعلها الريحة مو مخلي بالبزورية ولا عطر وطلعها ريحتم تريحة البعر مدرمي جسمه مدرمي زيت الشعر يا أهلا وسهلا ومرحبة بهالقامة الحلوة وبصراحة أنا ما بيحلالي لحكي معك إلا على خلوة وأنا كمان فقت بكير وخفت اتأخر قلت مو حلوة مو حلوة عبلا يتأخر علي عن تر معك حق يا أحلى فارس يلي مجرد وجودك بيزين المجالس شو أنا لساعتني نايم وما لي حاسس بتعرف أني مبارح فكرت فيك وما نمت من سهري طيب ليش ما عطيتيني وش لما كنتي عندي بتعرف يعني أنا صبية والمكان رسمي حسيت حالي مستحية وحمر كل جسمي يا مليحة أنا سكرت من غير خمر دسي دسي خدودي وشفعي في صاروا مثل الجمر شو هاد شو سمعت ومين دق الباب بهالوقت الله أعلم افتحي الباب يا مرجانة ستي ستي المختار على الباب قلت له عنه ضيوف قال لي يبعط لك ضريب لش أنا غريب المختار ولي المختار هذا لصاله طويل وصراح بمشاكي والله زي شافني هون يعمل لي فضيحة بقلاجل ويمدي روح تعفوا تتخبب هالخزانة قوام خلي المختار يتفضل يا مرجانة تفضل يا مختار طولت ومليت الانتظار مرحبا يا جميلة المحية بمجرد ما وصلتني دعوتك الغالية اللي تهيى أهلا وسهلا بمختار المحلة بإيدي قطفتلك هالقرنفلة خليني إشكلك ياها بعروة البدلة هيك ها هلا صلت إنسانة سهلة بعد ما كنتي عنيدة ومملة شو بدي أعمل يا نور العين أكون بمحلي أنا متعودة أتدلل على المعجبين فكرك ما بيحقلي ولكن بلى بلى أنت قادرة وبحقلك صدقيني جسمي سلة لما حرمتيني من وصلك مو مشكلة يا مختار الصد من طبعا نسوان لكن لما جد جد ما لقيت بغلاوتك إنسان أعملينينا قهوة يا مرجانة من عيوني يا حلوي يا حياتي على هاليوم الرائع دخيلكن لا صحوني الحلم أحلى من الواقع هاتي كفك لألمسها وأربي إدنك بتمي في كلمة بدي أهمسها خير يا طير ورصاصي رصة الباب إيه ما صدقنا الخلوة مع الأحباب ولا يهمك يا مختار كل شيء له تدبير ستي ستي هذا أبو نخلي ويمكن جايب لك بجيوبه العملة أبو نخلي أبو نخلي ما غيره الله يكفيني الشره وخيره هذا إذا شافني بهالمكان رح يضرب بالحرب ورزال دبرين دخيلك وامتي خبيك تعالي أقلك نا فوت على هالسندق ولا تتحرمك و بس يروح أبو نخلي أنا مستحنا حاضر يلا عوام عوام محافظ يا صعد صباحك يا مليحة أهلا وسهلا بهالطول أبو نخلي لبى دعوتي مو معقول وأنا كمان يا مليحة اندهشت من دعوتك الصريحة بصراحة يا أبو نخلي أنا بعد ما قلعتك اندمت وقلت شو بتخسري سعيري يا بنت وصدقني ليلة تمانمت يعني صرت تفكري فيني يا ضيعيني فكرت فيك مثل البنات الصغار ولعب بعبي الفار وقلتها ده أبو نخلي على سنه رمح بقى ليش ما يصير بيناتنا خبز وملح بس خبز وملح يعني على كلين هالكلامة بيعجبني وبفش خلقي وبيبهجني بصراحة يا أبو نخلي أنا نويت سايرك باختياري إذا اعترفتلي إنه جوزي حط عندك مصاري يا ستي حط عندي برسم الأمانة خمسة عشر ألف دهبة لحد هلأ موجودين عندي بالعلبة وأنا مستعد أعطيكي قدن إذا صرتي عشيقتي ودللتيني على طريقتي ولا تاعي تاعي نلعب شوي ونتراشا شمتلوا بلاد صغار بالمية على عيني بس لحظة لحتى تغير فستاني وارجعلك بشكل تاني خدي راحتك يا مليكة قلبي بس اتعطريلي بروايح تنعش قلبي على عيني يا عيني ايه ارجعني نعم ستي بس اكري هدول طلعي بر ربا بالزقاء بدون ما يحس أبو نخلي ودقي يه بقوة ليه شوفي هلا أعملي مثل ما عبقلي كلها تعطرتلك بعطر النارنج هادا العطر بيغبه جسم مثل السفنج لك يا عمي لو تعطرتي بزفة والقطران بتضلي بعيني أحلى النسوان مو متل مرتي هديك إذا شو الدق هاد؟ يمكن إجاني ضيوف يا خراب بيتك يا مليحة على هلف ضيحة هربيني هربيني دخيلك ما في باب تاني للبيت؟ جمبلة من هون روح يا ريت إم ترجع لك حبيبتي؟ هلا غروح من خلقتي مرجاني مرجاني هلا ستي شو رح تعملي بهرجان المحبوسة؟ هلا عطيني ملايتي وانتي خليكي بالبيت فهمتي؟ ليش لوين رايحة انتي؟ هلا ما بقدر إليك شي أبعلك الحال أنا رايحة عند القاضي أفضل حمايتي وخايفة ادعوّق هاتي لشوف مرحبا يا حاجب أهلا وسهلا سمحت القاضي أفضل حمايتي موجود؟ مين اللو؟ اللو مظلومة وجايلة عند الحكومة واقفي هون مو هون هون لا توقفي بالعارض ولا ادعسي على الخط المرسوم على الأرض هلا برجعلك يمكن سماحتو عم بصلي الفرد ألا أنتو ما كنتو تتربو؟ ما بدكن تبطلو لي هالغش؟ سيدي في بره حرمة مستورة بدأ تعرض عليكن أمورا خليها تدخول وخوت صادر لي مكيال هالبرغول وهالماعون وهالمنخول ودك بالحبس هالرجال حتى يبطل غش بالمكيال دخيلك يا سيدي نقلع من وشي يا محتال فضل يا ابتي السلام عليكم يا سماحة القاضي وعليكم السلام والإكرام هاتي لأشوف شو أسطيك؟ باختصار يا سماحة القاضي جوزي قبل ما يتوفى حط خمستعشر ألف دهبة عن شخص اسمه صبحي أبو نخلي ولما أجي طالبه فيهم بعد وفاة المرحوم أنكرهن هالمنظوم وقلعني وتحرش فيني والله العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت مالك غير عدل القاضي أفضل حمايتي معلوم لأنه أنا ما بسمح يصير هالشي أثناء ولايتي بعدين بدي فهم شو مين ما كان لعندي بيدخول ليش ما شتكيتي عن طريق التسلسل فيه مختار وفيه متصرف غشمني مني يا سيدي غشمني وقصماً ما عندي مسكنة ولا ملعنة وعليك الحال إذا سماحتك اضايقت مني خلي حاجبك يقلعني وستور ما شفت مني ماشي الحال طالما وصلتي لعندي وحضرتي ووقفتي قدام حضرتي رح أنظر بالمسألة هاتي لأشوف شو هي بينتك ومين هن شهودك ما بعرف بخاف لكم ما تصدقوني وتقولوا عني مجنونة احكي ولا تخافي يا سيدي شهودي وبينتي وبرهاني موجودين عندي بالصندوق وبالخزانة ما فهمت عليك ولا كلمة عيدي شو أنت يا حرمي يا سيدي عندي شهود على أبو نخلي واحتفاظه بالأمانة وإذا كلفت خاطرك وإجيت لعندي على البيت يمكن من هيبتك تنطع وتحكي لخزانة شو أنت عم تجدبيع على القضاء؟ قسما بالله بزدتك بسجن النساء يا سيدي إذا كنت عم بقول غير الحق إن شاء الله تدقني الحمدة بعدين ميني بسترجي يضحك على القاضي أفضل حمايتي؟ أشو أنا مجنونة لحتى حل على سما حتكن سألتي؟ والله قصتك ما بتدخل بعاقل مكبول وبصراحة أنا صار عندي فضول بقى خلينا نمشي وبس نصل لبيتك بيتضح كل شيء بتشرف بيتك يا سيدي القاضي بيتك بعيد؟ عندي العشام نكون هناك يلا قدامي يعني أخدتي أفضل حمايتي معك على البيت؟ أخدته بسلامته على البيت يعني هو مصدق ولا حاسس إنه في مقلب؟ مو قصة مقلب بس حاسس إنه في شيء غير طبيعي على الأغلب إيه وبعدي؟ وصلنا للبيت بعجقة وضجة وصرنا للعالم فرجة دقينا الباب فتحتنا مرجانة والمختار بالسندوق خايف والمتصرف بالخزانة سماحة القاضي أفضل حماية تفضل تفضل يا سماحة القاضي أفضل حماية تفضل الله أكبر على منطقة والتجبر إيه ستي وين شهودك؟ بتشرف بابونج يا سيدي ولا أعمل لك لوزينج بإيدي؟ هاتي شهودك إذا بتريدي يا سيدي عندي شاهد بهالغزانة وشاهد بهالسندوق شلون يعني؟ يا رجالي اللي جوا أنت أكيد عرفت سماحة القاضي أفضل حمايتي من صوته بقى أحكي ضميرك وسمعنا بصوت عالي تفكيرك بتشهد إنه إلي عن صبحي أبو نخلي أماني واعترف على ما سمع منك بهالشي؟ وينك لا تخاف؟ غير هيك ما بدي شيء وفهمك كفاية إيه نعم بشهد على شو بتشهدوا له؟ بشهد يا سيدي القاضي من موقعي إنه المدعو الصبحي أبو نخلي آكل على هالحرمة خمسة عشر ألف دهبة وشو قصت هالصندوق يا مليحة؟ تفضل يا سيدي اسمع بإدنك يا رجالي اللي جوا ابتشهد ولا عندك رأي تاني؟ ويكون بعلمك أنا ما اشتكيت إلي على صبحي أبو نخلي بشهد يا مليحة بشهد رفع صوته كلها بشهد متل ما شهد المتصرف يا سيدي ونطيف لكلام المتصرف إنه الحرمة مستورة وجوزها مخدور وهي مخدورة المتصرف؟ أنا متصرف هاد أنا الأوان يا سيدي اللي أحكي لك كل القصص بس لحظة لطالع هالصيصان من القفص تفضل يا سمحت القاضي تفضل المتصرف بالغزاني لعمة المتصرف محبوس عندك بالغزاني؟ مشان هيك بعدت وراه ملقيته تاري لابد عندك بالغزاني يخرب بيته أقدم سلامي وتحياتي وعنايتي لسماحة القاضي أفضل حمايتي أهلين جناب المتصرف فايحة منك ريحة عطر بتقرف تفضل يا سماحة القاضي المختار بالسندوق احترامي يا مفتينا يا أعدل واحد فينا كمان انت هون يا مختار؟ نعم شو جاب موظفيني لعندك يا حربة؟ سيدي هدول على رأس عملهم بمهمة شلون يعني؟ الحقيقة خلي كل واحد يحكي عن حاله سيدي الإنسان بيستحي يحكي عن جميل أعماله أنا اشتكت على أبو نخلي للمتصرف والمختار وهن حبسوا حالهم باختيارهم لحتى يعرفوا اللي صار والحقيقة هالناس شرفة وما في من أخلاءهم وكلهم نخوة وشهامة ووفا الله يخليهم لنسوانهم برافو عليكم يا أعواني المخلصين الشجعان يلي مشان عدالة حكمي ومشاني نحبسوا مثل الصيصان حتى تسمعوا أبو نخلي بإذنكم والحقيقة بأن نحنا خريجي مدرستك يا سيدي ومننهل من حكمتك الرشيدي أنا تربيتي على إيدك مو على إيدي بارك الله بهالهمة أما هذا أبو نخلي قليل الزمة فحالا روحوا سؤوليا من شواربه وبالماكينة حلقوله شعره وبالعائدة ندفوله حواجبه أمرك يا سيدي وصادروا لي أمواله جميعا ورجعوا لهالأرملة حقه سريعا وهلأ اتفضلوا معي على المجلس يا أصحاب النخوة لحتى شربكم مغلي الزنجبيل مع حب القهوة السلام عليكم يا سيدي عملتك هاي ما حدا بيساويها فنم قرير العين هانيها يا سلام علي هالأفلي وسوض الله وشك يا أبو نخلي تاريكي فعلا يا مليحة مالك هيني واللي بيشوفك بفكرك طريه وليني أريتا تسلم لقلبي على هالشخصية القوية العاقلة بيضربوا الرجال شونيتون عاطلة فكرون الرجولة إنو في بوشون شوارب حشا تذكر نصون إحنا شو عارب المهم هلأ بدنا نسمع قصة صفية طبعا لأنو سمعنا قصتك يا أرملة وبدنا نسمع قصتك يا مطلقة معلش أجلولياها لبكرة وليش لحتى نروع البستين منتغدى عندي هون عندي صفيحة وعندتين وفي بطيخ وفي أقوم وهلأ بقليل كونزينجول وراح حضرتكم شي كم لقمة لأنني لهلأ عما أسعول بخاف طلطشني النسمة لأ واليوم برد شوية أمو خرجت طلعة عالبرية شو قلتي صفية؟ ما بيساية أنا موافقة شو قلتي مليحة؟ شو بدي قولي يعني صرتو أكترية أصبح شلحوني الملايا بدنا نسمع اليوم قصتك يا صفية ها؟ وهي أنا شلحت وهي مكهة ماشي فردولي بقى شعركن على ضغوركن وخدوا راحتكن على الأربعة وعشرين إيرا بديعة عندك متى؟ عندي بس بدها مي صخنة وجوزة وشفعة طولتة هلأ بجبلك إبريق شاي بتضلي بتكرعي لتشبعي قولتك؟ طيب عندك بسكوت وراحة؟ يلا بقى صفية حاش تطلبية تتشرطي بلش قصتك وسمعينا حاضر هذا متل ما بتعرفوا يا حبيباتي أنا اطلقت من جوزي حمدو لحبوباتي وقصة طلائح منه قصة أولها مأتوا نكاد وآخرتها فضيحة وجرصة شلون يعني؟ جايتك بالحكي تفضلي حبيب تحكيه هذا يا ستي أهلي جوزوني حمدو على أساس لا في قبلو ولا بعدو غني ومسعة وزنجيل بس عمرو قد جدو بلا مقطوع عن حديثك هدول الرجال الكبار بيجننوني جنان لما بياخدوا بنات صغار هنين بدون يطولوا عمارهم بجوازاتهم من الصبية والصبية بيقصر بقى عمرها من معاشرة الختيارية وين صارت هاي؟ الأريضة قولي هاي بسيطة يا بديعة لأنه ما في شي مخالف للشريعة المهم قبلته على علته وقلت يا بنت هذا نصيبك ولازم تعملي جوزك حبيبك كلام حلو بيدل على أكابرية وصر تدلل هالختيار وهو يدللني وهالشي كله بأول عشرة إياه يعني إذا بدي يجيب كاسة يقلي خليني أخدمك يا جوهرة يا ألماسة وإذا وجعني راسي يقعد جنبي كأنه هو اللي عميقاسي وإذا دائت إخلاقي ومليت ياخدني مشوار برات البيت راكد وراي راكد وعم يشأشل فيني شأشلة كأني لعبته بس بعد عشرة أيام بالضبط بان جوزي على حقيقته شلون يعني شو صار يعميل شو صار يعميل ولك أخ يا رفاتي أخ بعد اليوم العاشر من قلب يتسحنته وبلش الطيخ والطاخ الأريضة أردو شو صار له هلا كان بعقله ما بعرف لحسني عسل عشرة أيام زمان ولما خلصوا العسلات صار يلحسني أطرام طيب شو علته؟ شو مرضه؟ شو وجعه؟ شو غرضه؟ الأريضة أردو؟ ما بعرف ما ليش أطرب تحليل لنفوس بس على غفلة جوزي صار متل الجاموس وعلى قتله ضرب وكحتنى وبخل وغيرة وحبس ولسانه صار متل المقص وعلى مسح تقيل ولسان طويل ومقلسة ومسخرة طول النهار وصار إذا بده كاسي يجعر فيني ويقلي أومسعيني يا ناس ناسي واختلط المزح بالجد والخاص بالعام صارت حياتي صخاء طيب حكي لنا الشي فصل من فصوله بس بتسمحيلي بالأول قولوا لي على طوله لأنه حمده هلأ مو جوزيك قولي يلي بدك يا ولي على طوله بتفضلي كملي على عيني وأنا عنده ولسه ما صلي شهر توفيت أمي الله يرحمه طقيت عليها من الأهر وتاني يوم من وفاته ولسه ما استقرت بالأبر وفاته فات علي جوزي حمده فرحان ومبسوط وما حدا قده صفية يا صفية صفية أهلين حمده شبك يا حاط الحزن بجلن إذا مشان قبر أمك تطمني اليوم رخمتلك يا وركبت له الشاهدة كتر خيرك إي طالي إي طالي عملتلك رخامه وعملتلك حوض الضريعة قدامه بتعرفي قديش كلفني شو بيعرفني يا ستي كلفني ست دهبات كنت قايمة لتنجيط الكلبات يزيك الخير المهم هلأ قيمينا من سيرة المقت وخلينا نكسب الوقت شو بدك تعمل يعني؟ روحي جيبينا الأرقيلة وحطيلي فيها نفس لبين ما أجيب التبولة والفواكه والجباس شان الله تركني حمده تعباني شوي بسيطة يا روح حمده روحي رشي على وشك شوي طمي حمده الله يخليك تركني بحالي مجرد حكي مجاي على بالي وليش بقى يا ستي الحسن شو أنت مالك متجوزة مالك جوز إلو مطاليب وأواتيل تقي الله يا رجل لسه أول تمبارح ماتت أمي يا ستي كلها ياتنا على هالطريق وبدنا نموت يا فركشة يا زحلطة يا حريق يا غريق وأمك ماتت أحلى موتة في فرشتها وهي نايمة نفختها الله يرحمها هلأ بلا طيلة سيه وش لحيلي هاتياء بالإعتاء ليش بقى؟ اطالع فيهم متل القاء ولك شو ما بتفهم أنت؟ عاملك حزناني على أمي صحيح أمك بس أي حماتي كمان ان شاء الله حل عني حمده دايق خلقي واصل لحده إبالا خلقي بلا بطيخ مالي مجبور شوفها المناظر روحي البسيلي شيروب قصير مدندج وهاتي صندوق السمع وكواني لفريد الأطرش قولك يا ظالم عاملك نفسيتي محطمة ودموعي على أمي مع ما تغبل محرمة صحيح أمك بس هي حماتي لا حول الله على العلقة سكتي وليه قسما بالله برفعك فلقة يلا روحي جيبي للأرقيلة والملقط والبسيلي مزلط وتعير قصيلي شوي وحشتك حزن وحشتك عي ولك ما عقولي رقصت لك ووفقشت لك وامي أولت مبارح متوفية لك إيش صحيح يا أمك بس لا تنسي إنو حماتي كمان لك يا بني آدم شو أنت قلبك حجر عم أقل لك رحمني شو ساويلك يعني شو ساويلي شيت أني كخف لك دموعيك وأحزم معيك مثل الأفلام الهندي ما بيطلع بيدي أنا ما عم أقل لك تحزن معي بس قدر مشاعري يعني أمك ماتت بزهوتها أثنين وتمانين سنة عمرة لما نفختها بقى الله يرضى عليكي روح يغيريلي هالتياب والبسيلي لم أشلط ولم زلط لأن اليوم جاء عبالي الصبب وأستهج ومتع نظري وابتهج ومتع نظري وابتهج ومتع نظري وابتهج ومتع نظري وابتهج متع نظري ورحي ومتع نظري وابتهج متع نظري يخرب بيته شو غليز والله ينجينا من أمثاله يا حفيز فضاع على هالمخلوق شو مايع ومجلوق يعني هذا أكيد يا معقد يا مجنون وحتمل ما فيه متلو اتنين بها الكون يونو تطرشو على هالطبع اكيد هذا مو انسان هادو ضبع لا وياريت هيك و بس لسه ما شفتو الشي ما شفتو الشي وانتي شو كنت تساوي شو بدي ساوي يعني كنت سايرو بكل شي بصراحة ومعلومكم مطرح ما بيمشي التور تلحق وسكت الفلاحة صحيح انا مالي منضيعة قليلة وقادرة بس كمان انا قصيلة وابنت ناس ومالي فاجرة وكلي اللي كنت اعمله اني صلي وادعي علي هو يشوفني هيك يضحك ويقلي صلاة الغولة مو مقبولة يلحمة تحمة وحمة ظانن حالو خفيف دم ايه هيك هو بيظن حالو ودايما بيقلي انو طالع لخالو ليشو بيشتغل خالو اكيد مرأة ازدباب وسعدي لا خالو كان بالحارة حكواتي وبالقهوة كركوزاتي انا عمو اكرم والله وكان حمده بخيل كتير قد ما قلتلك بخيل اكتر يعني كان من الفجلة يطعميني الورقة وانا صابرة معه ومن الجاجة يشرقني المرأة ويتحش اللحم بمبلعه ومرة اجتني الجارة تعملي زيارة امت دبحت لبطيخة حمراء وعدت تاكلها جنب البحراء ايش عزبتي حالك يا نور عيني مشان واجبك تقبريني ايه ستي الخلاصة انا من لما كنت صغيرة كان الستي تعطني بسنانة العيرة معلومة كنت حركة كتير وعفريتي وعينة انتراها يا عم تشكني بدبوس يا عم تحرقني بكبريتي ومرة شو اجا جوزك حمدو ولي علينا مو هادا موعدو لكن شو جابو اشتقلي مدى يشوف احبابو مرحبا صفية عاوزك شوية عن اذنك الهام تفضلي حبيبتي تسلي بالبطيخ شوف شو بده البطيخ خير شوفي ليش جاي يبكير عالبيت ورصاصي رصي هالشي ما بيخصيك ولك عيب وطي صوتك بدون ما تسمعك المخلوقة عم تقولي عيب ولك انتي بتعرفي العيب ليش شو عملت له سمح الله شو عملتي لك مو عيب عليك تسرقيني عينك كنت عينك انا عم بسرقاك مين سمحلك تطبحي البطيخة وتعدنيها للشجارة شلون مين سمحلي مفهمت عليك يكون بعلمك كل شي فوته على هالبيت دافي حقه من مالي ولازم تاخدي اذن مني باستهلاكه ولو كنتي من عيالي هيك لقصوي اخد اذن منك مشان اتبح بطيخة طبعا بعدين في قلنا بطيخة متبوحة قلو بطيخة هاي ياللي اكلنا منها قولت مبارح بعد الكبة ولك هديك خمت وانتزعت وكلها بزر وما فيها لبة ليش فكريك بتعرف طعمة تمه هالجدبة حسبي يالله عليك شو انك جبار ويقصفوا عمري إلهي قبل ما يخلص عنهار اخري هيك اخري عفوا جاربنا راح اخد البطيخة لانه حل يطاشش وبيطفي الشوبة ولك شو هذا اللي عملته خليتني قد بدباني إلهي يحملوني ويزدتوني بالجباني لأخلص منك ونفصوناك ايه الله ما راح يستجيب دعاكي خوش ويني؟ الدنيا ماشية فيكي وبلاكي لا انتي أكيد رضعاني من حليب الملايكة ايه عفر تهلكل هالكي على حزب الطيخ راح يعمل جعير وصريخ متل ما عمّا قلكم حمده هذا طبعه من الحبّة بيعمل أبّة وبيحرق الحارة مشان يولّع سيقاره ومهما كان زنبي صغير وبيعملو جريمة ما لها نظير ليش انتي شو أزنبتي معه سمعوا يا خلق الله سمعوا لا وغال شو؟ أنا أكابر وبالمحسوس لازم كابر ويا ريت تشوفوا شو بيحكي للناس عني مو انو بيشكر مني وبيمدحني لا بالعكس أنا بعمله بطيبة هو على نميمة وحكي بالقفة وغيبة اروحي يا صفيّة ريتو هالحمده يتحورا وعلى هالأرقوز البحرة يتخوزا معروفة القضية يا صفيّة جوزك حمده متل ورقة الصبّار وشه وقفه هفرت شكل لا وقال شو فوق عيبه غيّور بيغار علي إذا وقّف على شجرة النار رنج عصفور شو بيقلي؟ بيقلي والشك معاش عيش بصدره عصفور هادا يلي عالغصن ولا عصفورا شايفو لزق ومو عم يطير مع انو طارو كل العصفير لك يضرب هالرجال من بين الخلق ويحطولو جمرة شاعلي بنص الحلق خليني يكمل يا بديعة كملي يا عين أختيك اضرب عليكي وعلى بختيك مرّة فات حمده عالبيت أعمل قاني قاعدة جنب الشبّاك والشبّاك متل ما بتعرفو إله جلالة يعني بتشوفي اللي برّا واللي برّا ما بتشوفك مهما تطلّع وبص المهم وانا قاعدة تفعش الباب وإجار كيد لعندي شو عم دعني جنب الشبّاك؟ ها مدخن أرقيلة وتنباك هلّا بلا مصخرة وقلت حياة بلدع تكف بجيب أجلك ها وشباك هب بدنك وفار غضباك؟ أصر الكلام ليش قاعدة جنب الشبّاك ولا مين عم ترمي شباك؟ ولك استحي على حالك، شو هلحكي؟ لا تنسى أني أنا مرتك مصاحبتك شوفي يا صفية أنا ما بحب حدا يلعب علي بقليلي ليش فتحتي الشبّاك ولا مين عم ترقش باك؟ ولك ما فتحته، ما فتحته بلا، باين عليه مفتوح بجوز فتحته حتى كبقى ضفيري بعد ما قصيتهم ولي، كبنيتي ضفيريك على الشارع؟ ايه، شو المعنى؟ ولك يا صفية، ولك يا غبيّة لك ما بتعرفيني إن بغار عليك من النسمة اللي بتهب عليكي؟ بقى شلوم بتكبلي قضافيريك بالحارع؟ شو رح تساوي الناس بقضافيري يعني؟ تجارة؟ لوك يسود وشك يا صفية، متل ما عم تساودي وشي؟ هلأ وشك بسود، إذا قصيت قضافيري؟ منيح اللي قلتلي، حتى عملت عني مرة تدبيري؟ لك ما يا صفية، خللي يسارب رأس من خيري؟ طيب هات لا شوفوا إلي، شو بدي أعمل تاني مرة؟ وين بذكي بقضافيري رجلي وإيديي؟ خبيّن حتى إجي وأحرق لك يا هم بجاء الحمام؟ شوف يا صفية، ممنوع عليك القاعدة على الشباب والقاعدة بأرض ديار، واتطلع برات الدار، واستقبال الزوار، وقص الأضافير، وسماع العصافير يعني لازم عيش عيشة الصراصير، واللي بتفرض عليه بصير، وانخالفتك فيا بأس الوصير فعلا يا صفية إنك مظلومة، مظلومة وبس المزكينة مظلومة ومتهومة، ومحرومة ومحدة ذريان فيا، لا قاضي شرعي، ولا إحوال شخصية ولا حكومة بقى شو بدي أعمل؟ قلت لحالي بتحمل، وأنا عم بتفاقل وأتأمل طيب طلبت طلاق منه؟ طلبته؟ قمت أكلت منه قتلي على ودنه، كنتي شكيلة أهله؟ أعوذ بالله، أهله أضرب منه، لعب يعرفوا لا حق ولا باطل، إذا أزنم السمان بيش نقول لحام؟ طيب كيف اطلقتي منه؟ مع أنه عسر وسائل؟ هذا اللي بدي أحكي لكم عنه، هاتي اللي نشوف، هو صحيح أنا صاحبة صبر، بس هالمخلوق خلى صبري يخلص، وقرى بعقلي من رأسي يملص، ومعلومكم ما في مرة بتحب تعيش زليلة، خاصة إذا كانت اطباع جوزة رزيلة وشو عملتي حتى اطلقتي منه؟ جايتك بالحكي، الشي اللي ما بيعرفوا حمده عني هو إني قوية وصاحبة حيلة، وكل فكره إني رح أعيش معه طول عمري غبية، وزليلة، بس قسماً يا بديعة، أنا لما بدي بعمل من دنى بتعلب مكنسة، وبطالق حرير من تم ملخ نفسي، صحيح ما بيطلع بإيدي أضرب وإهجوم بالعصايا والنبوت، بس بجر التاسب خيط العنكبوت تاريكي مؤليلة يا درساني، واللي بيشوفك بفكرك متل السهيانة طبعاً أنا عند اللزوم لو نحطيت مع بليس بكيس بخليه يطلع من الكيس بعد دقيقة يستغيس هاتي لي شوف شو عملتي، أنا ما يكون عندي صبي ما بعملك كنتي، بخاف عليه منك لك أختي بليلة من الليالي كان حمده قال يعني رايق، وسألته خاف شوي، وقاعد نص نعسان ونص فايق، وكنت أنا هادية كتير، وببالي بال وعلى كتر التعتير خطر لي غني موال، وعلى سيرة الموال أنا متل ما بتعرفوا صوتي حلو بس بعد جوازي بهالرجال اختفى صوتي متل ما بيختفي بالبير الدلو حمده شو بدي؟ بدي أطلب منك طلب، وبترجاك توافقني عليه كنت راني طلباتك الأيام؟ ايه صحيح، لأنه معايشني على ريش النعام قل لقبلا تفتي، قليلي شو بديك واختصري الطريق بدي منك تطلقني نعا؟ متل ما سمعت، عم بطلب منك الطلق استغفر الله العظيم يا ربي، لك شو جنيتي ولما معتي استحيتي؟ جنيت استحيت؟ نسألي هالكلمات هلأ ونزيل على المحكمة اللو مرتي بدي تطلق ولك بديك تفتحيني انت؟ لك شو صر لك على غفلة جائرتي؟ تسأل حالك؟ عم بسألك جاوبيني قبل ما أقوم لك وأعملك اللازم حاشتك بقى تبهدل وتعيت وبغير هالمسلة خيت ويكون بعلمك يا شهم يا كريم اليد يا غيور يا خفيف الدم إنه أنا بسببك صرت جئرة وقلت ثقتك فيني خلتني إتجرة بس لا تنسى إني حرة بنت حرة حاشتك بقى حكي وأفلام قومي نامي وخليني حطراتي ونام بكر عندي سفرة عن نبك قومي قبل ما أنزل فيك حشكوا لبك هيك عم تقول؟ طبعاً بسيطة يعني لساتك مصمم على السفر؟ اي نعم عندي تجرة صحيح مو محرزة بس لابد من هالسفرة وكم يوم بدك تغيب يا مرضي والديك؟ ثلث أيام اشتأتيلي من هلأ ما هي؟ اشتأتيلي؟ باعفي اشتأتيلي صفية باعفي يا حاجة باباً يا سماجي يعني ما بدك تطلقني مو هيك؟ كتير فأسب تمك